مالذي لك يا بو ثامر متعارف على الشاعر محمد عيضة الزهراني أنه شاعر نظم ولكن غالبا الشاعر محمد عيضة أنها المفردات المحلية تأثر على كتابة قصيدة النظم ما رأيك حول الكلام هذا وكيف أنت تقدر أنك تبني قصيدة نظم وفي نفس الوقت المفردات المحلية تأثر عليك أنا ما أشوف أنها عايق شعر النظم العامي بشكل عام يستخدم اللهجات الإنسان يستثمر لهجته الأساسية ويستثمر حتى اللهجات التي تدخل عليه ويتعرف عليها فأنا أشوف أنه طبيعي لكن يمكن العايق يكون ما هوب على الشاعر العايق يمكن يكون على المتلقي ممكن أنا من الجنوب أكتب مفردة الشمالي ما يقدر يعرف معناها في سياقها هذا العايق طبيعيه يعني والآن مع تدخل اللهجات تقاربت اللهجات كثير وأنا عشت في الديرة وطبيعي أن تكون مفرداتي يعني من الديرة ولكن ما هوب على كل حال أنا أشوف القصيدة حيانا تفرض لغتها موضوع القصيدة يفرض لغتها تجد بعض النصوصي فعلا مغرقة في المحلية لكن الغرض والموضوع يستدعي هذا الموضوع تلقائيا تختار القصيدة لغتها أحيانا لا تجد يعني فيها مصطلحات وأحيانا لهجة بيضاء يا سلام يعني الشعر محمد عيضة يقول أن المفردات المحلية كانت مصدر قوة له ما كانت مصدر عائق في أن يكتب قصائد النظر طبيعي طبيعي كل لهجة كل مفردة تسمعها هي مصدر قوة كل صورة تشوفها في التلفاز ولا في الشارع ولا كلمة ولا عبارة تسمعها في مجلس من واحد عادي كل هذه تذري الإنسان يا سلام وتبقى في عقلها الباطن والموهبة والملكة هي اللي حينا تستطيع يعني استثمار هذا الموضوع يا سلام جميل ودنا تعطينا وتبحير بنا شوية ما شاء الله الليلة بدايتها طيبة وباقي بنرجع عندنا المنشد راشد الكناني عندها برضو قصيدة أو شيلة بيدشينها اليوم شيلة وطنية ونبغي نشوف فرقة النجوم الشعبية كيف تبهرنا مرة ثانية تبشر تبشر ولكن قبل ما نخش في هذه الشيلة المهدام من المنشد راشد الكناني ودنا تعطينا شيء طيب أنا أخترت نص فيها خاصية ممكن تخص أحلى الحجاز أكثر خصوصا يعني الجيلي أنا والجيلي اللي قبلي وأكيد الشعراء يعرفونها خصوصا من تربع على الشعر العرضة أو الشعر القلطة أو الرجز الفنون القولية يعرف الدفن مهارة الدفن الآن معدها يعني مستساغة كثير معدها مستخدمة فبما أن أنا موروثي يعني الدفن هذا عرفنا من صغرنا في المعنى عرفنا المعاني من صغرنا فذلك صار عندنا زي يعني صار تلقائي نقوله يعني في القصيدة هذه استخدمت أسلوب الدفن لذلك موضوعها الأساسي ما نعرف من البداية يعني بدايتها في الكورة ولكن في الحقيقة استخدمت مهارة الدفن